اخوة السلام عليكم في هذا الفيديو سنقدم لكم تقرير كامل وشامل عن الدهارة في بلاد الفقاقير دينة الجزائر اللي كانت معروفة بممارسات الدهارة أو بالتجارة في الدهارة منذ القدم قبل الاستعمار الفرنسي وقبل الاستعمار العثماني أيضا كل ما سأقوله في هذا الفيديو سيكون بوثائق وبالمصادر المؤكدة نبدأ إذن بموسوعات ويكيبيديا المعروفة لتحدث عن الدهارة الجزائرية والدهارة في الجزائر التي تعتبر كاسي جميع الدول العربية والإسلامية ممارسة غير قانونية لكن ما أثار انتباهي في هذه الصفحة أن ويكيبيديا يتحدث عن مناطق أو منازل للدهارة مقننة موجودة في الجزائر تستمد وصولها من الاستعمار الفرنسي بالإضافة إلى تواجد في المجتمع الجزائري للدهارة بشكل سري هناك أيضا حديث في نفس الصفحة عن الدهارة بين الرجال الدهارة بين المخنتين للإشارة فقط فالجميع المقالات التي تنشر في الموسوعات ويكيبيديا هي مقالات لمؤكدة والتي تستمد معلوماتها من مصادر موثوقة يقول المثال من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة هذا مثال خسوة تعلم منه الكرعولي الفيديو ما زال غادي يستمر ويخرج حقائق كثيرة ما غاديش نتوقف غير على ويكيبيديا هناك مقالات هناك وثائق تؤكد تاريخ الجزائر في الضاهارة كما تبين الواقع الحالي المعيشي في بلاد الفقاقير إذن باش نكملو في ويكيبيديا وفي الموسوعات الويكيبيديا هناك مقال يتحدث عن الضاهارة في زمن العثمانيين اللي كي يسمي وهنايا لغاية جونس درجة لأنه لكي ما كتتعرفو الجزائرين ما كيتعرفوش بالاستعمار العثماني للجزائر ويتحدثون عن حكم ذاتي جزائري في عهد العثمانيين مع العلم أن الحاكم الذي كان في ذلك الوقت هو تركي مزداد في إسبانيا وفي ويكيبيديا وفي موسوعات أخرى يمكنكم ويمكن لأي أحد أن يتأكد من هذه المعلومة نضيف فقط أن المقال يتكلم عن ومشهر رجانس دالجيري والفهم يفهم إذن في تتمة الموضوع موسوعة ويكيبيديا تتكلم عن الضاهارة المسموحة والمقننة في عهد العثمانيين في مدينة الجزائر قبل استعمارها من طرف فرنسا لمدة 130 عام ونتكلم هنا عن ما بين 300-500 مرأات ومارس الضاهارة في مدينة الجزائر ولم يكن مسموح لليهود بممارسة الضاهارة وكان هناك ما يسمى بالمزوار وهو كان من السكان الأصليين البربر الجزائريين يتكلف بجمع الأموال التي تجنيها العاهرات بعد ذلك أتت حقبة الاستعمار الفرنسي لبقى في نفس المنوال لأن وجدوا أناسا منذ القدم يحترفون الضاهارة في هذه الدولة فأضاف إليها بيوت دهارة خاصة بالجنود الفرنسيين وتكلف بها أليكساندر باران دوشاتلي رغم أن معارضة الأوروبيين لهذه الممارسة وجعلته يقوم بالكتمان عنها وإدخالها في مرحلة سرية مع استعمال كما العادة هناك وفتيات من السكان الأصليين للقيام بهذه الممارسة في إطار هذا التقرير لن أتطرق إلى الكلام أو إلى البحث الذي قام به العالم القدير في الاجتماع عبد صاماد ديالمي وذلك لأسباب تعرفونها لن أدخل في تفاصيلها بعد هذه المقدمة لكتبين أن تاريخ الجزائر كان تاريخ ضعارة فقط رجعوا للعاهد الحالي وأخليكم مع هذا الروبرتاج للتلفازة الجزائرية بعد دخول كانت الوجهة إحدى الغرف داخل الإقامة رغم أننا كنا نحمل الكاميرا الخفية معنا إلا أننا احتراماً للمشاهد الكريم لم نرغب ببث بعض المشاهد والصور لملابس فتيات داخل تلك الغرف لم تنزل السجائر من أيديهن خلال جلستنا كان كل حديثنا حول إمكانية الخروج ليلاً مع رفاقنا أخبرتنا الطالبات أنه بإمكاننا الخروج في أي ساعة نشاء لأن أعوان الأمن يكونون نيام أخبرتنا المنطقة كيف أخبرتنا كيف إلا أنك جاءت لحق بالخام أو أنك جاءتنا و أحد كنا من تحق الذهاب و أنا أتكلم جاءتنا عادي إن أعادي أنا أخبرتنا إنه أحد يحبنا ها لازم لأحد يسمع من الأن أبن يكون أبن أني أحد و أنت ماما لازم اللعيم لازم لتحق يترك بدخل طموبيل و أنت أخبرتها و يترقي في الليل المترجم للقناة خرجنا من الغرفة التي كنا فيها محاولين التجول في أروقة العمارة لفت انتباهنا شباب كثيرون يتجولون داخل الأروقة دون أي سبب خاصة وأننا لم نفهم طبيعة عملهم بالتحديد لأنهم لا يرتدون أي زي رسمي إلا إذا كان السبب هو رؤية الفتيات بملابس غير محتشمة هناك لاحظنا أيضا طالبات يتجمن بطريقة تبين خروجهن في صهر لم يكن أمامنا سوى البقاء وراء إحدى النوافذ والترقب بكاميرتنا أي محاولة خروج غير قانونية كانت الساعة تشير إلى منتصف الليل عندما بدأ سيناريو التسلل فتيات يرتدين ملابس قصيرة يخرجن من ثقب بإحدى جدران الإقامة والغريف في الموضوع أن لا أحد ينتبه لهن والوجه سيارات فخمة تنتظر فريستها على الطريق السريع لم نبرح النفذة حيث كان هدفنا معرفة إن كان ذهاب الفتيات بدون عودة إلا أننا قبل بزوغ الفجر رأينا من بعيد نفس السيارات تنزل نفس الفتيات اللواتي تكون طريقتهن في العودة إلى الغرفة الإنبطاح والاختفاء خلف الأعشاب والقفذ وراء الجدران وإن كان حال الإقامة على هذا النحو فإن التسيب وصل أيضا إلى التلاعب بأوقات دخول الفتيات إلى الإقامة فمثلا تشير التعليم إلى أنه يمنع منع بثا دخول الطالبات إلى الإقامة بعد السابع مساء لاحظنا أن كل التعليمات تضرب عرض الحائط ولمسنا حالة من التسيب تصل إلى خارج محيط الإقامة دخول وخروج هذه نقطة تخص المؤسسة كل مؤسسة وكيفاش تحب تقنن هذا وهذا يكون في إطار المشكلة الوحيدة أنتعنا أنه الأمن والأمن للطالبات مالذيك للخدمات الجامعية موسيقى أما وجهة الطالبات فهي محطة النقل للتلاقي مع عشاق في جلسات ونسا وتحت غطاء سواد الليل موسيقى 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 أنا نجي نايا نرفضها كان عرفت هذه جهة خطرة كنت ندور هنا في طنوبي وقت لكي محال فليجان واحد ما يخدم ما عنده ما يدير حشية عشية نجي ندورها نايا أنا معها نعم اه رفضتها خطرة أليسا الباليجان هات عشينا كيف كيف أو ترجعتها بكيف رفضتها على السبعة رجعتها ثمانية و بعد نادوزي وفا طولنا مور ثمانية قلت له نقدشت خلاصي دي كيفاش سيد هضرت معا داكلاجون ما شخص اللي عرفت فهمت روحي عطيته ميل دينا دخلها أترواز يوم فاكت يوب عاوت وليت لأترواز يوم بديتها مولي نشك تالصباح وحنا نشواغي كالتشواغي اوغانيزي بديتها معايا يسمى لدنتات كيت حاب تخرجها العشرة تعليل بلحدش تعليل تتفاهمها على جانب نعم ما تطفين نعم كان الناس على بلان باتش وجهة أخرى في هذا التحقيق تمثلت هذه المرة في مساومة فتيات الإقامات الجماعية على قارعة الطريق او كما يقال لها الراكلاج كما سمعتوه في هذا الروبورتاج الأول البلد الذي كان معروفا منذ القدم بالدعارة ما زال بلد دعارة ليس هناك أي تغيير هذا الروبورتاج الأول يتكلم عن الدعارة في الإقامات الجامعية ومن بعد وفي التتمادي لهذا التقرير سترى تفشي ظاهرة الدعارة في الجزائر الحالية نترككم في الروبورتاج الثاني حساباتهم يعني أنه يريد فاعاته صوت جاية غلط جاية نهاية مساعدات اشترككم في القناة قوموا بتغيير الثاني أصدر الثاني قصة أصدر أصدر لتعني هذا فضلك شكرا موسيقى أفضلتك خسوصية بها بطروا مليون بطروا مليون بكات مليون بكات مليون وصورها في الشرفة مدفش عني بس أنا عندي كل حد وزيبت الخوية مليون ونفسهم مليون يكون عندي مرحبا لا كوش بترواجه وركات شور كيف حالك تخلصي خلصي بسمانه و لا بشرة خلص بسمانه سمانه ترواجه صومين وعازدي نرشق هذه هي وصديبه على حسب الدخل مثل خلصي خلية نرمال علي حنا كنا نخذه في عازي نرمال في محيط لا يقل دانسا عن سابقه فتيات تستعبدن بإرادتهم فيما تسمينها أو تقنعن أنفسهن بأنها مهن من الشقراء إلى الصمراء ومن مختلف الملايات جئنا إلى تيزيبوز ليأوي هذا المكان المنزوي بتكزير مفاسدهن القط عليها شهيدة لنترصد هذه المرأة وهي تقتنس زبائنها من هذا المكان الذي احتمين به ننقل لكم الصور الحقيقية لنسوة كنا تطالبنا في الصور المتعاقبة قبل قليل بحقهن في السكن وقد حولنا السكنات المهجورة إلى أوكار للدعارة انظروا ماذا يحدث بالأحياء السفلة حقا والمحصن أمنيا 24 ساعة على 24 ساعة بمجرد انسحاب الشرطة لساعتين فقط ووراء هذا القد النحيف للضابط عيشة شرطية الميدان وقانونية التكوين تختفي جرأة امرأة هذا روبرتاج تاني تفشي ظاهرة الظاهرة على الرصيف في الجزائر الحالية ونهضروا من بعد نفس الظاهرة وهذه المرة في الصحافة المكتوبة وفي تقرير فرنسي عن الحالة الاجتماعية في الجزائر وكيف أن هذه الظاهرة أخذت مكانا واسعا في المجتمع الجزائري إذن في البداية ناخد مقال من جريدة مكتوبة جزائرية أنا أخذت مقالات من مصادر جزائرية فقط هذه الجريدة كتكلم عن تواجد أكثر من مليون ومئتين ألف عاهرة جزائرية سنة 2008 كل واحدة فيهم وكل عاهرة تقوم بالتكفل بثلاثة أشخاص جزائريين هذا ما يعني أن تقريبا أربعة ملايين جزائري في ألف سنة 2008 كانوا يعيشون أو يعيشون بمداخل الدعارة يعني في 2008 عشرة في المئة من الشعب الجزائري تعيش بالدعارة واحد من عشرة الناس اللي كتلقى بهم وكتلقى بهم في 2008 يعيشوا بالدعارة الخطر في الأمر أن المقال يتحدد عن دعارة بأناس وفتيات عندهم أقل من 16 سنة يعني لم يصلوا بعد لسن الرشد ويقول المقال أن أربعة الملايين اللي كانوا يعيشوا بالدعارة وثلاثة الملايين يعيشوا بالجرائم في دولة الجزائر واتشيف 2008 نفكركم مع وتاني يعني 14 سنة بعد ذلك نخليكم حسبوا كم من شخص يعيشوا بالدعارة وكم من شخص يعيشوا من الجرائم وببيع المخدرات وفي الأخير في هذا المقال يتحدث الكاتب على أن الشعب الجزائري يقوم بثورة أكثر من الأناس الرسميين يعني أكثر من الشرطة والجنرالات وإلى ذلك من ممتلين للدولة الجزائرية في محاربة الضعارة أو ظاهرة الضعارة وفي هذا المقال الثاني اللي يتهوى موخود من جريدة جزائرية كما قلت لكم أنا ما أخذش أي مقال من جريدة أخرى غير جزائرية يتحدث الكاتب عن ظاهرة الضعارة التي تتفشى بشكل رهيب في المجتمع الجزائري لولات تجارة بحد ذاتها مع العلم أنه مشيولات تجارة أنها كانت من القديم تجارة معروفة بها مدينة الجزائر ونواحيها يقول الكاتب أنه تم هناك إيقاف ثمانية أشخاص في برج البحري التي كانوا أو الذين كانوا يقومون بالتجارة في العاهيات كان هذا الإيقاف بعد شكايات قاموا بهاء ناس من الساكنة يعني الناس ديال الرسميين لا يهمهم الأمر ولا يقومون بأعمالهم أو أنهم يساندون ذلك أو تجارة مربحة لهم نعود للمقال يعني خمسة أشخاص لمتوسط العمر ديالهم خمسة عشرين سنة تم إيقافهم في هذه القضية في بيت البحري وكان لديهم ما تيسر من القرقوب ومن المخدرات التي يبيعونها أو يستعملونها في تجارتهم المعتادة وإذن مع مصدر آخر وجريدة أخرى وكاتب آخر التي تتكلم عن نفس الظاهرة ظاهرة الفساد في الجزائر هذه المرة في مدينة الجزائر وفي شهرجوج الفارط عن إيقاف شبكة أخرى للدعارة بيديل إبراهيم في مدينة الجزائر العاصمة كثير بهذا المقال كي يتحدثنا على إيقاف عشرة أشخاص من بينهم خمس نساء يعملنا في الضعارة كان بحوزتهم أكثر من 16 ألف أو 18 ألف دينار جزائري عقاقير مهلويسة أيضا والخطير تغفرهم أيضا على الكوكاين اللي كانوا كي يبيعوه أو يستعملوه ما محددوش الكاتب وأتشي غير اللي تفح على السطح ما خفي أعظم كما كان قوله والآن مع دراسة فرنسية عن الظاهرة 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 في الجزائر والذي يبدأه بمقدمة تقول أن رغم التحفظ المجتمع الجزائري عن كل ما يتعلق بالجنس فالجزائر لها تاريخ طويل جدا في الضعارة جذور هذه الظاهرة عميقة رغم توالي الحكومات والقوانين فهذه الظاهرة تتزايد يوما بعد يوم لتواطئ أي أياد خفية في هذه الظاهرة القديمة الجديدة في أول فقرة من هذا التقرير نقرأ أن الباحثة في علم الاجتماع الجزائري كالتومة آغيس تقول على عكس الأفكار الواردة في الجزائر فإن الضعارة أو موضوع الضعارة ليس بموضوع محرم فكثير منهم الباحثون الجزائريون من قاموا بأبحاث ومؤتمرات حول الموضوع تناقض بين الخطابات التي تقوم برفض الضعارة في الجزائر أو حقيقة الضعارة في الجزائر وبين وجودها الفعلي في المجتمع الجزائري بشكل واضح وأوضح وتتعجب عن كيفية العائرات والأناس الذين يعملون في الضعارة بإمكانهم التنقل والمعيشة في مجتمع دينياً وأخلاقياً وقانونياً يرفض ممارسة الضعارة كما يؤكد هذا التقرير ما قلته سابقاً أو المقال السابق عن تواجد أكثر من مليون ومئتين عاهرة سرية في الجزائر سنة 2007 حسب إحصائيات قامت بها مؤسسة عباسة كذلك عن تواجد عاهرات قاصرات من بين هذه العاهرات وتكفلهن بمعيشة حوالي ثلاث أشخاص في المتوسط وفي سنة 2009 تم هناك مؤتمر حول الجنس في فندق قرارا دوتيميمون الذي كان يتحدث عن الضعارة في الجزائر لنفس الموضوع والذي إزجمع فيه أخصائيون طبيون ومحامون الذين أكدوا أن تفشي ضائرة الضعارة أصبح شيئاً خطير يتفشى في وضح النهار وبدون أي مقيدات فالأستاذة فاطمة بن إبراهيم وهي محامية في مدينة الجزائر قامت بدورة حول حياء هذه المدينة وأكدت أن في بحثها لاحظت تواجد الضعارة في الجزائر حيث تتواجد بيوت ضعارة على سماء مفتوحة أن هذه المهنة الحرة كما تسميها وجدتها في الشوارع في الغراجات أو في المحلات في السيارات في المساكن من فيلات أو أبرتمان أو طيلات خاصة بالدعارة موجودة أيضاً على الشواطئ وتقول فاطمة بن إبراهيم أن تفشي الضعارة في الجزائر أصبح سوقاً خسباً يتطور يوماً بعد يوم وأن هذه الجريمة المنظمة تجني أموالاً كثيرة تبيدها في إقامة المساكن وفي الاستراد والتصدير كما تقول أن هذه الضاهرة متفشية في جميع الطبقات الاجتماعية وأن هناك نساء قاصرات يعملن في منازل الضعارة في مدينة الجزائر أحصت المحامية حوالي 8000 منزل للدعارة سري بمدينة الجزائر وحدها وتتساءل عن الكيمية الحقيقية في هذه المدينة وفي دولة الجزائر كاملة وخلال الفقرة الثانية لهذا التقرير هناك منظمة عالمية اسمتها بفوندسيونسال قامت بتقرير سنة 2019 وتقول فيه أنه على رغم من تجريم القانون الجزائري للدعارة منذ سنة 1966 إلا أن هناك حوالي 19 منزل دعارة مرخص من بين المئة وسبعين التي كانت معروفة قبل ذلك في العهد الاستعماري الفرنسي وفي تتمة الموضوع هناك تقرير بحث قامت به جريدة الوطن في سنة 2010 في وهران وتتحدث عن منزل للدعارة موجود هناك فيه أكثر من 15 مرأة متوسط العمر ديالهم 35 سنة يحترفون الدعارة بشكل قانوني ومرخص من طرف الدولة معروف من جميع الشرطة أو الموكلين الرسميين للدولة في المنطقة كما أنه يتحدث عن وجود هذه الظاهرة أو ظاهرة الظهارة في مدن كثيرة في الجزائر ومرتبة الشرطة الجزائرية من بينيها وهران الجزائر بالجاية عن نعبات المنسان ستيف تيزي والزو سديب العباس وبرج بوري ريج مناطق سياحية مما جعلهم في هذا التقرير يتحدثون عن سياحة جنسية محضة في مدينة بالجاية على سبيل المثال هناك 1500 عاهرة أحصية سنة 2011 هذا المقال يؤكد العلاقة ما بين التجارة في العائرات والتجارة في المخدرات في جميع المناطق الجزائرية وعن تطورها بشكل خطير في المجتمع الجزائري كما أنه يتحدث عن ظاهرة غريبة هي المتاجرة في العبيد في الجزائر حيث أن الجزائر تستقبل عدد كبير من المهاجرين الأفارقة من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يتمعون في الصفر لأوروبا وتقوم هذه المجموعات الإجرامية باستعمالهم وإدخالهم في دائرة الضعر وفي الفقرة الثالثة لهذا البحث الفرنسي حول موضوع الضعر في الجزائر يبحث ويتكلم الباحثون عن الجذور العميقة للضعر في دولة الجزائر والتي تأسي خصوصا من الفقر والحالة الاجتماعية الهشة التي يعيش وتعيشها النساء الجزائريات خاصة المطلقات والعازبات مما يعطي وسط خسب للجماعات الإجرامية في جعل الضعر متفشية في المجتمع الجزائري كما أن الأزمات الاقتصادية التي يعرفها العالم لم تساعد على اجتتات أو تقليل تفشي ظاهرة الضعر في الجزائر بل بالعكس هناك الآن تفشي لهذه الضعر في الأحياء الجامعية الجامعية حيث أن الطالبات يتعاطون للضعار بشكل علني في مدن كثيرة يخص الذكر هنا بجامعة تيزيوزو لحسب الجريدة أبسير الجري التي يقام فيها الضعار بشكل علني وهذا تقرير آخر عن ظاهرة الضعر والاستعمار والنسيوناليزم والوطنية الجزائرية يتحدث عن تفشي الظاهرة منذ القدام وعن تواجدها لحد الآن رغم الأسطوانات المشروخة التي يحاول الجنرالات ومن يتبعونهم أن يروجونها في جميع المواقع التلفزية أو الاجتماعية وفي نفس سياق الموضوع هذا تقرير صحفي لجديد سنة 2022 في شهر الجوج الذي يتحدث عن الجزائر التي تمد جذورها من الضعار أو التجارة في الضعار حيث أنه يتحدث على أكثر من خمستاشر ألف وثمانمائة منزل خاص للدعار يزور عمال من دول مختلفة خصوصا سانيين وأفارقة لبحث عن نساء جزائريات عندهم أقل من ثمانتاشر سنة أو أكثر من أو أكثر بور البلزير حيث يقول المثال رجعت حليمة لعادتها القديمة هذا التقرير الصحفي أو المطلر الصحفي الإضافي يتحدث عن تقارير من الشرطة الجزائرية أو رجال دارك الجزائريين يتحدث أيضا عن مؤسسة عباسة التي تحصي عدد الآهيرات الموجودين والتي يشتغلون في الضعار الجزائرية المحضة وعن خطر أيضا هذه الظاهرة حيث كما قلنا في السابق الضعار لا تتواجد لوحدها فهي دائما متواجدة مع متاجرة في العقاقية المخدراء والكوكايين وما يزيد عن ذلك من مخدرات يتعاطى لها الشعب الجزائري مما يخدم مصالح الجنرالات التي لدينا يحكمون البلاد والغير متسائلين عن الأعمال التخريبية التي يقومون بها في المجتمع الجزائري هذا ليس من مصلحة أحد غير الحكام ديال الجزائر الحاليين الذين يبحثون بكل الوسائل عن إلهاء الشعب هذا مقال آخر من الجيري إكس باتلي كانت تحدث عن إيقاف مجموعة من العاهرات القاصرات عدد بتاعهم ديال أشخاص عشرة كانوا يعملون في الدهارة وفي منزل للدهارة بالجزائر مما يؤكد ومن مصادر عديدة أن الظاهرة متفشية بشكل خطير في المجتمع الجزائري وفي الأخير هذا أرتيكل من بي بي سي هذا إنكسبسيون بنسبة للمصادر اللي كانت جزائرية محضر ولكن موقع البي بي سي معروف كي تحدث عن التحرش الجنسي الذي قام به رئيس مكتب بوكالة الإخبارات المركزية في سي إقافه من طريق وزارة العدل الأمريكية واتهامه بالقيام بأعمال تحرشية وممارسة الجنس في الجزائر عندما كان تابعاً لوزارة الخارجية الأمريكية في القنصلية الأمريكية بالجزائر سنة مع العلم أن هناك مقالات أخرى وكثيرة موجودة في المواقع الأنترنت سوف نتوقف هنا ونقول لكم إلى حلقة أخرى وموضوع آخر